خبر عاجل وفاة صفوة الشريف بسرطان الدم وليس بكورونا أشهر من تولى وزارة الإعلام وترأس مجلس الشورى لسبع سنوات ونجله يكشف لليوم السابع حقيقة مرضه ويأكد ولدي توفى بسرطان الدم وليس بكورونا وتشيع الجثمان صهر اليوم يوم الخميس وقد كشف إيهاب صفوة الشريف تفاصيل الساعات الأخيرة لوفاة والده لليوم السابع قائلا أن والدي توفى متأثرا بإصابته بسرطان الدم لوكيميا الدم مشيرة أنه كان يعاني من سرطان الدم من سنوات وقبل عدة أيام عودته الآلام المرض فتم نقله إلى مستشفى وادي النيل السبت الماضي لتلقى العلاج والمتابعة المستمرة من جانب التاقم الطبي موضحا أنها توفى مساء أمس الأربعاء نافيا ما تردد بشأ إصابته بفيروس كورونا وقد أكد إيهاب الشريف أنه سيتم من الشيع جثمان ولدته الظهرة اليوم الخميس من إحدى مساجد القاهرة ويذكر أن صفوة الشريف ولد بمحافظة الغربية في 19 ديسمبر في 19 ديسمبر سنة 1933 وحصل على بكريوس العلوم العسكرية وكان إحدى الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي عام 1977 وتولي رسائق وتولي رسائق الهيئة العامة لاستعلامات في أحد الساهدات ثم تولي منصب وزير الإعلام وقد أبرز من تولى الوزارة وأكثرهم بقاء في المنصب حيث تولي الوزارة في 1 فبراير سنة 1982 واستمر بها حتى 13 يورو سنة 2004 حينما تم انتخابه رئيساً لمجلس الشورى وهو المنصب الذي يبقى فيه حتى عام 2011 كما شغل صفوة الشريف منصب الأمين العام للحزب الوطني خلال فترة من 2002 وحتى 2011 وكان آخر ظهور رسمي لصفوة الشريف خلال عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وقد ارتبط اسم صفوة الشريف بالرحلة سعاد حسني وذلك من خلال كتاب أصدرته شقيقة الرحلة جنجاه أكدت بين سطوره أن سعاد حسني راحت ضحية الإعلام والخادمة وصفوة الشريف وزير الإعلام الأسبق والكتاب أكد تورد صفوة الشريف بصفة وزير الإعلام وقتها حيث استعى أن يوقف قرار العلاج ودور النقابة المهنية التمثيلية المخزي تجاه الفنانة الكبيرة وامتناعها عن تقديم أي دعم لفتح القضية مرة أخرى بعد قرار غلقها الصادم في مارس 2013 بعد عدم وصول التحريات لما يفيد بوجود تنظيم سري وفي معرض الأحداث تناولت جنجاه موقف الفنانة نجاة الصغيرة من شقيقتها سعاد حسني المتخازل وامتناعها المتعمد عن الزج باسمها خوفا على تاريخها الفني حيث بدأت سعاد رحلتها مع الضابط صفوة الشريف سنة 1964 حينما طلبها في مكتبه وفتحها بشأن العمل معه لخدمة الصالح العام وفقا لمذكرات سعاد حسني والتي قامت بتسجيلها قبل الوفاة إنها لم تفهم السندريلا معنى الجملة التي قالها الشريف فإذا به يفسر له مقصده لترد هي بصفعة قوية على وجهه توقعت سعاد أن يكون رد شريف عنيفا لكنه عرض عليها أول فيلم صورة لها مع صديق فانهارت بعد أن هددها بهدم حياتها الفنية وإن هنا قررت العمل معه وقالت سعاد أن عدد الأفلام التي صورها لها صفوة الشريف بلغت 18 فيلما أبياد وسول مدد الفيلم 15 دقيقة أعدت في عيادة لهذا القرد وبعد الساعات العمل الرسمية كانت العلاقة عادية مع صديق لها اكتشفت في مكتب صفوة في مكتب صفوة أنه كان عميلاً تم تجنيده لاستدراجها بعد أن وضع لها مخدراً في الشراء يقول الكاتب توحيد مجدي أن سعاد حسني ذكرت في آخر فصل من مذكراتها أن القذافي عرض على صفوة الشريف سنة 2000 شراء مجموعة أفلامها التي احتفظها صفوة بنسخة منها مقابة 100 مليون جنيه مصري فوعده صفوة بالتنفيذ عندما يكون الوقت مناسب وأن سيف الإسلام القذافي عين الأفلام لدى صفوة فكانت ذلك سبب من رئيسين رئيسين لموفقتها على كتاب المذكرات لا تكون دفاعاً عن شرفها واسمها أمام عشاقها ضد صفوة الشريف ويجري دفن الأجلس مان في مدافن العائلة بمواطقة مصر جديدة والقريبة من مدافن عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتوفى صفوة شريف رئيس مجلس الشورى الأسبق عن عمر يناهس 78 عاماً قبل قليل في مستشفى واجي النيل وهو موليد سنة 1933 وكان الشريف قد تردد على مستشفى خلال الأول الأخيرة حيث كان يعالج من اللوكيميا وتدهورت حالته الصحية وعمل صفوة الشريف رئيساً سابقاً لمجلس الشورى وأميناً عاماً للحزب الوطني الحاكم قبل ثورة يناير 2011 والذي صدر قراره بحله مع صورة يناير كما عمل رئيساً للهائة العامة للاستعلامات وتردد إصابته بفيروس كورونا مؤخراً إلا أن ابنته نفت ذلك مؤكدة أنه يتردد على المستشفى لعلاج دورياً وبشكل منتظم من اللوكيميا بمستشفى وادي النيل وقد توفى الساعة العاشرة و53 دقيقة تاخر المستشفى وأوضحت المصادر في تصريحات للوطن أنه خلال جلسة العلاج الكيماوي للراحة حدث توقف في القلب وبعد ما حاولتها وبعد ما حاولتها عادة مرة أخرى إلا أن القلب توقف بعد ساعة وفارق الحياة وأكتت المصادر أن الشريف حجزه في المستشفى منذ يومين أثرت لقيه العلاج من مرض سلطان الدم وصفت الشريف من مواليد 19 ديسمبر سنة 1933 وولد بمحافظة الغربية حصل على بكريوس العلوم العسكرية وهو سياسي مصري وتمتد رحلته السياسية الأكثر من 60 عاماً وبدأت منذ الستينيات في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان أحد الأعضاء المؤسسين في حزب الحزب الوطني الديمقراطي المصري سنة 1977 شغل منصب الأمين العام للحزب من 2002 إلى 2011 كان رئيساً سابقاً لمجلس الشورى المصري تولى منصب وزير الإعلام المصري لفترة من الزمن عين رئيساً لمجلس الشورى وتولى رئاسة الهيئة العامة لاستعلمات في عهد السادات وكان أحد أفراد ما يسمى بالحرس القديم بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقاً الذي كان لديه الأغلبية النواب في البرمان المصري عرف بقربه من الرئيس الراحل حسني مبار أقال له الرئيس المبارك من منصبه كأمين عام للحزب الوطني الحاكم في الخامس من فبراير سنة 2011 وعين بدلاً منه حسام بدراوي الذي استقال لاحق وأصدرت المحكمة حكماً بحق الشريف بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 99 مليون وتسعة عربعين وتسعة عربعين ألف وسبعمية أربعة وتسعين جنيه لإدانته بالتحقيق كسب غير المشروع فيما برأة نجله من ذات التهم أصدرت محكمة النقط في مصر قراراً بتأجيل النظر في الطعن وزير الإعلام الأسبق صفت الشريف على الحكم بسجنه ثلاث سنوات في قضية الكسب غير المشروع والتحفظ عليه بعد أن قام بتسليم نفسه وللمزيد من المعلومات والأخبار الصادقة أرجو الاشتراك في قناتي وذلك بعمل سبسكرايب وشكراً للمشاهدة ست ألحظ